شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شهد فوز فريق مكلارن بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورميلا وان للسيارات وذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يوم أمس حلبة زاندفورت في هولندا ورفع سموه بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مشيدا سموه بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق مكلارن بتتويجه بطلا لسباق جائزة هولندا الكبرى بفوزه بالمركز الأول في السباق وقد رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وبهذه المناسبة أكد صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المنجزات المتتالية التي تتحقق لمملكة البحرين في المحافل الدولية ترسخ مكانتها على خارطة الرياضة العالمية في مختلف المجالات ومنها سباقات السيارات تأتي تحقيقا للرؤى وتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من أجل تحقيق كل ما من شأنه الرفعة والنماء للوطن وكافة أبنائه وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الشركة ممتلكات وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة على ما يولونه من حرص ويبذلونه من جهود بهدف تحقيق الأهداف التنموية المنشودة من خلال استثمارات الشركة الناجحة والتي ستسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية نحو مزيد من النمو والتطور بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء اشتركوا في القناة